أهلا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر نرحب بكم من مخيم الفوار للاجئين الواقع إلى الجنوب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية من خلال هذه النافذة سنستطلع آراء عدد من المواطنين واللاجئين هنا في المخيم حول التطبيع مع إسرائيل من قبل دولة الإمارات العربية وما هو رأيهم في هذا الموضوع بشكل عام مع العلم بأن ثلاثتهم ضيوفيهم من بلدة أو قرية المنشية المهجرة وطبعا هناك دلالات واضحة من خروج الطائرة الإسرائيلية باتجاه الإمارات العربية من هذه البلدة على وجه التحديد علي تحل أبدأ معك ضيفي العزيز تعرفنا عن حضرتك أحمد الطيطي أخ أحمد أنت مهجر من هذه القرية عراق المنشية وطبعا الطائرة الأولى التي خرجت من هذه البلدة التي هي الآن عليها سيطرة إسرائيلية بالكامل إلى الإمارات العربية ما دلالة ذلك برأيك؟ يعني الدلالة أولي بسم الله الرحمن الرحيم الدلالة لها عمق بعيد في التاريخ وإلها علاقة بالتاريخ المحاضر الحاضر من الصهيوني بحاول أنه يزور التاريخ بطريقة أو بأخرى من المؤسف ومن المؤسف جداً أنه رئيس الوزراء الفلسطيني يخرج لنا ويقول بأنه قرية الفلوج بأنه كلها فلسطين وكلها قرى فلسطينية مهجرة ولكن الموضوع له علاقة بحتية في مقصود الصهيوني من موضوع لما كتب قريات قت على الطائرة الإسرائيلية علماً بأنه لا يكتب على طائراته ولا يسميها إلا بهذه المرة سمى بإسم قريات قت الموضوع له علاقة بالبعد التاريخي البعد التاريخي العميق حينما قتل داوود جالوت وكان داوود يعني يتمتع بالذكاء وقتله بآلة المقلاع الحديث على في ذلك الوقت قتل الجبار قتل الجبار بالرواية حسب الرواية التاريخية الرواية التاريخية أنت كلاجئ من هذه البلد تحديداً تقلع منها الطائرة كيف تنظرون إلى إقلاع هذه الطائرة الأولى عملية الأولى عملية بأن هذه القرية التي اسمها عراق المنشية هي قيمة امتداد لقرية كنعانية فلسطينية اسمها جت كنعانية والصهيون يحاول تزوير التاريخ وسمى على اسم القرية الكنعانية ويريد أن يقول للعرب أنني في صحراء العرب وجئتكم من قريات قت التي هي الكنعانية وأنا سميتها على اسم العبرانيين جئتكم هنا فاتحاً جئتكم هنا احتلت عليكم كما احتل داود على جالوت وقتله وأنا اليوم احتل عليكم وأدخل الصحراء العربية وأعود إليها كما خرجت منها كما أخرجت منها يعني أنت تقصد بأن هذه البلدة تحديداً يعني كان من وراءها قصد وهدف معين نعم هذه هي الدلالة التاريخية التي يريدها الصهيوني والتي يسعى لها دوماً يسعى لها دوماً بتزوير التاريخ وتزوير الحقائق بشكل متعمد في الذهنية الحالية في ذهنية العالم كله طيب أنت كلاجئين في هذا المخيم من عائلة الطيطي على وجه تحديد هجرتم وعائلات أخرى أيضاً من هذه القرية هل يمكن اعتبار خروج هذه الطائرة الإسرائيلية من هذه البلدة باتجاه الإمارات العربية مطبعة يقتل حق العودة؟ هنا يعني لجب أن نستذكر كلمة قالتها المجحوم ملد نائر حينما قالت يموت الكبار والصغار ينسون اذهب في الشارع واسأل أي طفل صغير أنت من أين؟ لا يقول لك أنا من مخيم الفوار إما يقول لك أنا من عرق المنشية أنا من بيت جبريم أنا من الفالوجة أنا من بيت نتيف أنا من دير الزبان أنا من كدنة من القرى التي هجرنا لن يقتل حق العودة مهدام الفلسطيني موجود ولكن المؤسف والمؤسف جداً الألم المفتوح الذي عشناه بروايات وحكايات من خرجوا وعاشوا النكبة هذا الألم المتجذر فينا يأتي العرب دوماً ويضغط على هذا الجرع النازف ليزيدوا ألماً حينما تهبط قرية تهبط طائرة صهيونية وتسمى باسم قرية من قرانا المهجرة التي سقط فيها 75 شهيد فلسطيني 75 من أبانهم عام 49 عام 48 49 سقط فيها 75 شهيد فلسطيني تهبط في الصحراء العربية تهبط في الصحراء العربية ويسمى باسم هذه القرية ويستقبلها أبناء جلدتنا هنا الألم يكون ولكن هذا لن يضعف إصرارنا بمطالبتنا وبعملنا وبجهدنا للعودة والعودة للديار وتثبيت هذه الأرض العربية يعني أنت كلاجئ تقول بأن هذه المحاولات من قبل إسرائيل لن تسقط حقهم في العودة لن تطمس التاريخ لن تطمس التاريخ على الإطلاق على الإطلاق لن تطمس التاريخ التاريخ منقوش ومكتوب على صخر هذه البلاد وفي زيتولي وفي قلوب رجالها لن تطمس التاريخ كل هذه المحاولات ستعيش ستعيش أيام سنوات شهور ولكن ستنتهي ستنتهي حتما ستنتهي طيب قد أعود لك في هذا اللقاء معنا أيضا لاجئ آخر هو من ذات البلد التي خرجت منها الطائرة الإسرائيلية باتجاه دولة الإمارات العربية ضمن خطة التطبيع المعلنة بين الطرفين الله يعطيك العافية تعرفنا عن حضرتك السلام عليكم ورشي أنا بعرف على حالي عادل فرس الطيطي أبو محود من قرية عراق المنشية اللي سميت بمسمى الصهيوني قريات قت استبدل اسمها بعراق المنشية بقريات قت وخرجت منها الطائرة الإسرائيلية باتجاه الإمارات يعني حدثنا عن لاجئ كنت تقطن أو أجدادك وأبائك طبعا أبائكم جميعا سكنوا تلك البلدة واليوم تقلع منها طائرة إسرائيلية باتجاه دولة عربية كيف كان شعورك وأنت تشاهد هذه الطائرة وهي تقلع شعور يعني حزين يعني مش بمعنى كلمة يعني جرح من جرح عربي يعني إحنا من زمان إحنا بنسمع أنه العرب اللي خانوا والعرب اللي باعوا القضية الفلسطينية الحين في السنين هذه اللي موجود إحنا الموجودين شفنا على أرض الواقع أنه العرب اللي خانوا العرب يوم معلن معلن آه معلن أنه تطلع من عراق المنشية بعدين لعلمك أنه لا يوجد مطار زي ما قال أخي أبو رامي قبل لا يوجد مطار في عراق المنشية لا يوجد مطار في عراق في عراق قريات قك لا يوجد مطار دليل أنه في إشي أكبر من الكلمة هذه اللي موجودة وهذه البلد اللي تحاصرت سبع شهور وكان الرئيس جمال عبد الناصر موجود فيها وراحوا ضحايا من الشعب الفلسطيني ومن الشعب العربي اللي هو المصري والسوداني وكان ضابط هو اسمه جمال عبد الناصر فإلها دليلات وراح منها جنود صهاينة كثير فوق الأربعمية يعني أربعمية وثمانين أربعمية واربين هذا الرقم الموجود نعم طيب يعني أنتم وعائلاتكم هجرتم من تلك البلدة وأتيتم إلى هنا إلى مخيم الفوار للاجئين ولازلتم تنتظرون حقكم في العودة يعني أنت أيضا أب لشهيد ارتقى هنا في مخيم الفوار وأيضا أب لأسيرين هل يمكن اعتبار ما تقوم به إسرائيل مع الإمارات يأتي في إطار إضاعة الحقوق يعني هل تعتقد بأن ذلك يؤثر على القضية الفلسطينية وعلى حق العودة وعلى أيضا تضحيات الشهداء والأسرة داخل السجون نعم يؤثر على كل على الأسرة وعلى الجرحة وعلى الشهداء وعلى الشهداء على كل شيء يعني إذا أنت بدك تطبيع يعني إذا أنت بدك أنت يا أسرائيل بدك سلام وين تصنع السلام تصنع السلام في أرض فلسطين ما بتزرعه في أي مطرح ثاني حتى لو سويت مع كل العالم نحن بنوجه رسالة أنه لو سويت مع كل الدول العربية ما في سلام إلا سلام من أرض فلسطين السلام بطلع مش من أرض ثانية نعم يعني الاتفاق ما بين الطرفين يضيع الحقوق الفلسطينية يضيع يضيع كل شيء إنه كل شيء من العرب نعم يعني كل إشي يعني 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 من حد الطائرة ما طلعت على أبو ظبي ولا إنسان في فلسطين ولا إنسان ولا واحد إلا يعني كان غصة في قلبه غصة مع مين أنت بتعمل سلام أنت دولة على حدود السلام أنت بتطالبه في السلام السلام بالصعب أرض السلام هاي أرض السلام نعم ربما هو مشهد يعني غريب وغير متوقع كان لدى الفلسطينيين أن تطبع دولة عربية مثل الإمارات نعم مع إسرائيل يعني كيف نظرتم وشعرتم حينها عندما يعني هبطت هذه الطائرة الإسرائيلية في أرض عربية بالخذلان شعرنا بالخذلان من العرب خذلان من العرب أنت بتبيع في قضيتي بتبيع في حق الشهداء والأسرة حق كل الشعب الفلسطيني نحن ما أسأنا ما أسأنا لا لا الإمارات ولا لا أي دولة عربية نحن علمنا الإمارات وضحينا في الإمارات وضحينا كل شيء إن كل شبابنا وكل أخوتنا وولادنا كلهم كانوا في دول الخليج كلها وكان الرد بالتطبيع مع إسرائيل آه كان هذا جزات الإمارات اللي من حد من الثمانية وأربعين لليوم وهو كل شعب الفلسطيني موجود المهندس الدكتور هذا هو هذا هو يعني الجائزة اللي أعطيتنا إياها كونك إنك شعب عربي موجود نعم طيب من خلال هذه العلاقة التي ربما يعني أضحت متينة ما بين إسرائيل والإمارات العربية وهذا التطبيع العلني يعني الذي طبعا يلاقي حالة من الاستياء الكبير من قبل الفلسطينيين وهذا ما شاهدناه في الشارع هل أنتم لازلتم متمسكون بحقوقكم في العودة وتضحيات الشهداء والأسراء رغم هذه المحاولات لإنهاء هذه الحقوق الفلسطينية كلمة يعني باختصار فيها أنه طبع أو لا تطبع اعمل علاقات مع كل الدول العربية مع العالم كله في حق إننا موجود في فلسطين حقنا ولا بسقط لا بلموت أولادنا ولا بموت ولا بوخت أسرانا ولا إنه انتهى من انتهاء أبائنا يعني هاي أبائنا انتهوا وتأكلت راب ما انتهى إحنا أنا عمري 56 سنة بقول لك على التاريخ كله اللي في فلسطين ولا زلت تنتظر ولا زلت لليوم الدين أنتظر العودة إذا أنت ناوي للسلام أنه وسلام بتعمله مع الإمارات شو بالدكية السلام شو بالدكية إحنا قبلنا في كل إشي إنت ما قبلتش بينا كان في العراق المنشية كان اسمها قرية عراق المنشية كان فيها يهود فيه يهود موجودين كان علاقة بين الفلسطيني وبين اليهودي ليش انت مش قبلنا بالمرة طيب يعني هل من المقبول يعني أن تضع نفسها الإمارات ناطقة باسم الشعب الفلسطيني وقضيته ولا في مرة تطبيع مع إسرائيل ولا في مرة لا الإمارات ولا أي دولة في العالم نحن بس نطلع على الشرفاء في العالم العربي والإسلامي وفي العالم الغربي أخرى القرار بيأتي من فلسطين القرار بس بيأتي من فلسطين أنا أخرى هذه القرار من فلسطين بيأتي لا بيأتي من الإمارات من تطبيحها ولا بيأتي من أي دولة القرار كلمة أخيرة توجهها لدولة الإمارات العربية التي طبعت مع إسرائيل بمستوى مرتفع وبشكل علني يعني بوجههم يعني كل شعب الفلسطيني بوجه إليهم كلمة إليهم بوجه كلمة إنه خذلتونا خذلت أمة العرب وأمة المسلمين في تطبيعكم على اليهود اللي بده السلام في أرض السلام واللي بده كل شيء فيه عنوان للشعب الفلسطيني في قيادات الشعب الفلسطيني موجودة إذا بدك عنوان نعم أعود لك أبو الوفا في كلمة وأنهي بها يعني ماذا توجه رسالة للعالم وللإمارات التي ربما نصبت نفسها مكان الفلسطينيين وطبعت مع الاحتلال وأضاعت عمليا حقوق الشعب الفلسطيني يعني كلمة أخيرة بالنسبة للعالم العالم حاليا فقد إنسانيته بشكل مطلق معنك فلسطيني وبالنسبة للإمارات يعني كلمة بسيطة إذا اعتقدت بأن اتفاقك مع عدوك سيحميك ويضعك وينصبك فأنت واهم التصاقك بتاريخك وبقضاياك ومع الشعوب العربية هو من يثبتك ومن يوجدك على خارطة هذا العالم شكرا لك أبو الوفا شكرا لجميع ضيوفي الذين انضموا إلينا في هذه النفذة من مخيم الدهيشة للاجئين حقيقة يعني هذا هو عفوا مخيم الفوار للاجئين يعني حالة من الصخط وعدم الرضا والاستياء في الشارع الفلسطيني جراء عملية التطبيع العلنية التي تمت ما بين الاحتلال والإمارات العربية وهناك طبعا تخوف لدى الشارع الفلسطيني من ازدياد عدد الدول المطبعة وبالتالي هذا يؤدي إلى إضعاف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المهدورة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة